السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضركم هذه الكترة مع حضرتكم دكتور ابراهيم سامح احب اشكر دكتور مازن دوماني انه اتح لي الفرصة الجميلة دي في وسط الدكتور اللي انا اتشرف ان انا يعني ابقى معهم في نفس المؤتمر ده وان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الربر دام ايزوليشن واتمنى انها تكون محاضرة مفيدة وتكون محاضرة مفهومة وتكون محاضرة ان شاء الله سيمبل وفي نفس الوقت توصل لكم كل المعلومات بخصوص الربر دام ايزوليشن فالربر دام في ميسكنسيبت بتوين اه اه سام دنتله اه اه وايا ان الربر دام وربل دم مش مشهورة او مش معروفة للpatient وده ميس كونسبت رغم ان الربل دم لها اكتر من 100 او 150 سنة موجودة فالربل دم على عكس الميس كونسبت ده ليها ميجر فول ميجر بنيفتس بتدهم لي بيبينوا ادي ايه ان تايم كونسيومنج وان هي اكسبنسيف ده ميس كونسبت اول حاجة عندي وهي البيشنت بروتكشن والريسك مانجمنت البيشنت بروتكشن والريسك مانجمنت لما بنركب الربل دم بطريقة صحيحة البيشنت بيبقى عنده احساس ان هو معزول تماما عن الابريشن فيلد ومعزول تماما عن الريستورتف بروسيدجر اللي انا شغال فيها كمان الربل دم بتقلل بشكل كبير جدا يكاد تمنع السوالونج والاسبيريشن لاي فورين بادي واي دبرز واي حاجة انا بشتغل بيها فبالتالي لما البيشنت يكون حاسس ان هو معزول تماما واني السوالونج والاسبيريشن لاي انسترومنت انا شغال بيها او اي فورين بادي قليل جدا او يكاد يكون يعني ممنوع اصلا او مش موجود فالبيشنت بيبدأ يحس بالسيفتي يبدأ يحس بالامان ويبدأ يبقى اكتر فبالتالي ابدأ انا اشتغل بريحية اكتر ويبقى فيه مبيني ومبيني البيشنت فبالتالي اطلع كواليتي كويسة فبالتالي الربر دام عميت لنا بيشنتو بورتيكشن من السوالونج والاسبيريشن بتاع الفورين بادي التاني حاجة بتعملها لنا الربر دام هي انكريز الاكسيس بيليتي والفيزي بيليتي ازاي الكلام ده عندنا الربر دام وانا مركبها بتبدأ تعملي اليمانيشن لكل الاوبستركشن اللي موجودة في الوبريسنج فيلد بتاعي زي ايه دي عندنا زي اللبس التيك التانج كل دي حاجات بتقلل الاكسي بيليتي والفيزي بيليتي بتاعتي فبالتالي الربر دام لما بتعمل الحاجات دي بتبدأ الفيزي بيليتي عندي توضح اكتر الاكسي بيليتي للفيلد بتاعي يبقى احسن اكتر كمان ثالث حاجة بتعملها لنا الروبر دام او ثالث بخدها من الروبر دام هي improved time efficiency وزي ما قلنا في المسكونسبت اللي عند بعض الدكات ان هي time consuming جاء على العكس تماما الروبر دام بتimprove time efficiency بتاعي عن طريق ان هي بتكون محددالي الoperating field بتاعي كويس جدا مزودة للaccessibility مزودة للvisibility فيه cooperation زي ما قلنا بيني وما بين الpatient ان هو حاس comfortable وسافتي فعارفي يبقى cooperative معايا فكل الحاجات دي بتخليني انا والدينتل تيم بتاعي بتخليني انا والتيم بتاعي نشتغل بإفشينسي احلى فبالتالي بتimprove time efficiency بتاعي يعني مثال بسيط الفوجنج بتاع الميرر اللي بيحصل لما ما كونش مركب الروبر دام كل شوية فوجنج فبالتالي اطلع الميرر البروسيجيو اللي انا بعملها على عكس تماما لو استخدمت الروبر دام رابح حاجة الميرتشل كنترول ويمبروفد الكواليتي الميرتشل كنترول ويمبروفد الكواليتي الروبر دام بتعمل حاجة جميلة جدا وهي انها بتديني environment او بتديني مكان خالي تماما من اي سلايفة خالي تماما من اي كنتامينيشن فبالتالي ان كنتامينيتد فيلد او ان كنتامينيتد انفيرومنت اقدر اشتغل بيها فبالتالي بطلع كواليتي كويسة جدا ليلوستوريشن كواليتي كويسة جدا للبروسيجيو نفسها اللي انا شغال فيها لان زي ما احنا عارفين كتير جدا من الماتيريز اللي احنا بنستخدمها بتبقى او بتتأثر بشكل عكسي بالسلايفة وبالكنتامينيشن وبالماتير وكل الكلام ده فبالتالي لما الربر دام بتمنع لي كل بتعملي ماتير كنترول وتعملي ان كنتامينيتد فيلد فبالتالي ده بيحسن جدا جدا اداء الروستوريشن وبيحسن الاداء بتاع البروسيجيو بتاعتي على عكس تماما لو انا عملت نفس البروسيجيو وعملت نفس الروستوريشن في مكان او في فيلد انا مش مركب في الربر دام تاني حاجة هنتكلم بعد ما عرفنا طبعا ليه استخدم الروبر دام او اللي يخليني استخدم الروبر دام او اللي يخليني لو انا عندي ميس كونسيبت اغير فكرتي عن الروبر دام زي ما قلنا الميجور في البوينت اللي احنا قلناهم دول ان شاء الله يخلوا اي حد مش عايز يشتغل بالروبر دام او اي حد مستصعب الروبر دام يبدأ انه يحب انه يشتغل بيها انه يطلع كواليتي للشغل بتاعه احسن فهنتكلم عن البرت او الاجزاء بتاعت الروبر دام او ايه الحاجات اللي هستخدمها عشان اعمل ربر دام ايزوليشن اول حاجة انا عندي الروبر دام شيت عندي الروبر دام شيت تاني حاجة عندي الكلام الكلام دي ليها اشكال كتيرة وليها حجام وان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في السلايدز الجاية تالت حاجة الكلام فولسبس ومن الاسم واضح هو الفولسبس اللي انا بمسك بيه الكلام عشان احطه على السنة عشان يمسك الروبر دام ويعملها استابيلايزيشن في مكانها رابح حاجة هي البانش دي البانش بتاعتنا والبانش دي انا بستخدمها عشان اعمل هولز في الروبر دام شيت بحيث ان الهولز دي تبقى اكيوبايد بالسنان او السنان تعرف تخش في الشيت وليها طبعا الهولز دي ليها سايزز معينة وهنتكلم برضو عن الموضوع ده خامس حاجة هو الفريم هو ده الفريم وطبعا منه انواع فيه متل فريم فيه بلاستيك فريم فيه فريم زي ده ما اقدرش ان انا يعني اتني او اقفله فلما اجي اصور اكس ري لازم اشيله كله وفيه فريم لأ بيبقى ممكن انا يعني اطبقه عادي وانا بعمل اكس ري بحيث ان هو يساعدني ما خليش ان انا اشيل الفريم عشان اعمل اكس ري طيب الربر دام شيت زي ما قلنا الماتيريال بتاعت الربر دام شيت عندي لاتيكس ربر دام شيت نون لاتيكس ربر دام شيت اللاتيكس ده بيبقى تشيب وده المستكون اللي اللي احنا او اغلب الدكات اللي بتستخدمه وفيه عندي نون لاتيكس ده الكواليتي بتاعته بتبقى احسن لكنه بيبقى اغلى طبعا من اللاتيكس طبعا مشكلة اللاتيكس ربر دام ان هي زي ما احنا عارفين في بعض البيشنت بيبقى عندهم حساسية او من اللاتيكس ماتيريال وبرضو زي ما احنا عارفين ان برضو في بعض الماتيريال اللي احنا بنستخدمها بتتأثر بتتأثر باللاتيكس ففيه تيب جميلة جدا وهي ان انا ممكن اجيب عندي في الكلينيك نون لاتيكس ربر دام شيت ودي هستخدمها الكوالي للبيشنت من غير مخاف ان في بيشنت ممكن يبقى عنده اليرجي منها وفي نفس اللوقت هستخدمها مع كواليستورتوف ماتيريال من غير مخاف ان هي تأثر بشكل سلبي على الريستورتوف ماتيريال اللي انا بستخدمها بعد كده عندي السايز بتاع الربر دام شيت انا عندي ريدي كت ربر دام شيت وعندي رول الرول ده انا ممكن اقص منه على الحجم اللي انا عايزه ولكن الريدي كت دي بتبقى احجام موجودة اصلا فعندي منها نوعين او حجمين سمول واللارج اللي سمول بستخدمه في سمول فيلد اللارج بستخدمه في اللارج فيلد بشكل سيمبل جدا سمول فيلد زي سنة واحدة عنده بدرياتريك لكن اللارج فيه اللارج ربر دام في الحاجات اللي انا لو عندي لارج فيلد تاني حاجة الكالر زي ما شفنا في السلايد ديات عندنا يعني كالرز كتير جدا في الروبر دام شيت بلاك بلو جرين بينك كل الكالرز ديات ازاي احدد الكالر اللي انا عايزه استخدمه كل كالر وليه استخدام معين او كل كالر ويبقى ليه بنيفتس معينة وكمان ده على حسب البريفيرد الشخصي بتاعي في ناس ما بتحبش ألوان معينة في ناس يعنيها ما بترتاحش لألوان معينة لكن بيزيكلي كده ممكن نقول شوية رولز للكالرز او شوية بنيفتس عندنا الداركر الداركر كالرز زي مثلا البلاك ده هيديني كنتراست كويس فبالتالي هيخلي عيني مرتاحة وانا شغال ما يعمليش اي سترين تاني حاجة عندنا البلو كالر ده بيمبروف الفوتوغرافيك كنتراست بتاعت الكلينيكال فيلد فبيطلع علي فوتوز او بيطلع علي صور شكلها جميل في الناس اللي بتحب تعمل دوكومنتيشن للحالات بتاعتها وممكن كمان نستخدم سكنت الدام لالتشيلدرن اللي ما بتحبش او مش قادلة تستحمل السميل بتاعت الربر لان زي احنا عالفين ان الربر دام معمولة من الربر ماتيريليل فبالتالي الربر ماتيريليل بيبقى ليها شوية سميل ممكن الاطفال ما يستحملوهاش فعملو لهم سكنتد الربر دام شيتز بعد كده عندنا الجوج او الويت بتاع الربر دام شيت عندنا ثن وعندنا ميديم عندنا هيفي وعندنا اكسترا هيفي وعندنا سبيشيال هيفي الثن ده طبعا في يعني كل مكان الربر دام شيت مور ثنر كل مكان ايزلي في الابليكيشن وايزلي في المانيبيوليشن لكن برضو كل مكان ثن كل مقل الريتراكشن للسوفت تيشو بتاعي فعندنا الثن جوج ده بيبقى 0.15 مليمتر ممكن استخدمه في الاندودونتك ايزوليشن لان انا مش احتاج في الاندودونتك ان انا اعمل الريتراكشن للسوفت تيشو قوي وفي نفس الوقت هو ايزي مانيبيوليشن الميديم ده 0.20 مليمتر وده الموست افن يوز لانه هو ميديم ما بين الثن ما بين الهيفي ايزي مانيبيوليشن وفي نفس الوقت بيعمل ريتراكشن كويس نوعا ما للسوفت تيشو بعدك عندنا الهيفي جوج الهيفي جوج ده 0.25 مليمتر ممكن استخدمه في الستراتف بروسيجر وبيعمل لي ريتراكشن للسوفت تيشو بعدك عندنا الاكسترا هيفي ده بيبقى 0.30 مليمتر وده بيدينا الماكسمم تيشو ريتراكشن عندنا بقى سبيشيل هيفي ده بيبقى 0.35 مليمتر بيعمل لي تيشو بروتكشن بروتكشن جامد جدا فبحتاجه في حالات قليلة قوي اللي هي مثلا حالات بحتاج ان انا يعني احمي فيها التيشوز قوي مش عايز اي انجري مش عايز اي حاجة تعمل لي مشاكل للتيشو زي البليتشنج بروسيجر مش عايز اي حاجة اسد تيجي على التيشو عندنا بعد كده الستيبس of الابليكيشن بتاعة الربر دام طبعا لسه فيه بارتس من الربر دام ما استكلمناش عنها زي البانش والكلام والكلام ده هنتكلم عنه واحنا بنتكلم عن الستيبس بتاعة الابليكيشن بتاعة الربر دام عشان المحاضرة ما تكونش طويلة فانا يعني فكرت ان احنا بدل ما نقسم steps of application وكمان نقسم شرح البالت نفسها فقلت يعني نعمل مكتشن ما بينهم ونبدأ نشرح الستيبس بتاعة الابليكيشن واحنا بنشرح الستيبس هنشرح البالت بتاعة الربر دام ازاي استخدرها اول حاجة عندي او اول استيب عندي عشان اعمل الربر دام اسوليشن ان انا احدد الفيلد بتاعي احدد الاسوليشن فيلد احدد المكان اللي انا هعمل فيه اسوليشن عندنا اربع انواع من الاسوليشن فيلد انتيريار اسوليشن بستيريار اسوليشن سندل توث ايزوليشن بدد ياترك ايزوليشن عندنا الانتيريار اسوليشن ده بيبقى فرم البريمولر تو البريمولر فبالتالي جبت كل الانتيريار تيث البستيريار اسوليشن ده تيث وان توث ده وان توث بيهايند او ديستل للتيث او التوث اللي انا هعمل لها اسوليشن وبعد كده اكستيندد لحد الميد لاين ده البستيريار اسوليشن السنجل توث ايزوليشن من اسمه ده سنة وحدة بس زي اللتر اللي عندنا ده عايز اعمله اندو عايز اعمل سيلنت عايز اعمل مثلا كلاس فايف لوحده فبالتالي ممكن اعمل سنجل توث ايزوليشن بعد كده عندنا البيدياتريك ايزوليشن ده تيث ديستل وتيث ميزيال للتيث او التوث اللي انا هعمل لهم تريتمنت او اللي انا هشتغل فيهم ده كده حددنا الاسوليشن فيلد ودي اول ستيب من الستيبس بتاعت الابليكيشن بتاعت الربر دام تاني ستيب عندنا بريباريشن للربر دام شييت اللي كنا بنتكلم عنه اول حاجة في البرباريشن بتاع الربر دام شييت ان انا عايز اعمل الهولز اللي مكان السنان فعايز ادريماين الهول بوزيشن عايز احدد مكان الهولز فعندي طريقتين اما ان انا استخدم التمبلت اللي بيجي مع الربر دام اللي هو ده التمبلت ده استخدمه بيبقى محطوط عليه هولز لكل السنان ابر ولور هستخدمه او ان انا هستخدم الكاستم مارك عن طريق ان انا همسك الربر دام اوفر التيث بالشكل ده وابدأ اجيب البين بتاعي واعلم على السنان اللي انا هعمل لها ايزوليشن زي ما احنا واضح عندنا في الصور طيب بعد ما حددت مكان الهولز هبدأ امسك البين بتاعي واعمل مالكنج للهول على الربر دام اجيب التمبلت لو انا هستخدم التمبلت احطه فوق الربر دام شيت بالشكل اللي احنا شايفينه وابدأ اعلم بيه البين على السنان اللي هعمل لها ايزوليشن بعد كده هشيل التمبلت هيبقى عندي الربر دام شيت واضح المارك اللي انا عملتها هستخدم البونش واعمل بونشنج لربر دام شيت ده كده تاني اللي هو انا عملت للشيت بتاعي عشان اقدر اركبه على السنان تاني زي ما احنا قلنا طبعا اخر حاجة البونشنج هولز اننا نعمل الهولز فهنا هيجي وقت البونش بتاعتي البونش عندنا بتتكون من البونشنج تيبل اهي البونش تيبل وفيه بن او فيه تيب بتدخل فيه الهولز اللي موجودة على البونشنج او البونش تيبل البونش تيبل زي ما احنا شايفين فيها خمسة هولز فيها خمسة هولز كل هول بتبقى كل هول بتبقى لسنة معينة كل هول بتبقى لسنة معينة عندنا اول واحدة خالص الهول دي بتبقى للماندبلر انتيرير انسايزر تاني حاجة او تاني هول بتبقى للمكزيلري انتيرير انسايزر تالت هول بتبقى للباي كاسبد والكنين ورابع هول بتبقى للمولرز وخامس هول بتبقى للأنكر تيث يعني ايه الأنكر تيث يعني التيث اللي احط عليها الكلام بتاعي طيب اخلي بالي وانا بعمل بانش وانا بعمل بانش ان انا يبقى عندي او بيبقى عندي عن طريق ان انا اخلي البانش تيبل مع البن البانش تيبل مع البن اللي اتنين في نفس الهول اللي انا عايز اعملها وكمان اعمل الائم David avec cø Cock الذي يجب يجب بعد كده وانا بعمل بانشنج اسحب ال web بحيث ان انا نعمل شارب هول وتكون واضحة وما يكونش فيها اي تاجز طيب لو انا عملت امبروفلي كتنج هول في الربر دام شيت هيظهر عندي حاجتين يا ام هيظهر عندي نك يا ام هيظهر عندي تاج اللي هما الصوتين دول اللي عندنا وسواء النك او سواء التاج اللي اتنين وانا بحط الربر دام على السنان ممكن يعملولي ممكن الربر دام تنقطع مني بسبب الحاجتين دول لو انا كل مرة بيظهر معايا النك والتاج فده معناه ان انا البن بتاعتي خلاص ما بقتش شارب البنش بتاعي يضل بنش فبالتالي محتاج ان انا اغير او ان انا ما عملتش شارب بنش او ما عملتش بنش مرة واحدة قوية على وانا بستخدم البنش فالربر البنش هول عندي المفروض ان ايها تطلع زي ما احنا شايفين كده ما يكونش فيها اي تاجز وما يكونش فيها اي نك تالت step of application عندنا هي الكلامب selection و الapplication عايزين يعرف ايه هو الكلامب اصلا او انا بستخدم الكلامب في ايه الكلامب بستخدمه في الريتنشن بستخدمه ان انا اعمل ريتنشن للربر دام شيت بعد ما هركبه على السنان لان لو انا ركبت الربر دام شيت على السنان من غير ما اركب كلامب مش هيحصل لها ريتنشن وتطلع من مكانها فالكلامب عندنا منه وينجد كلامب و وينجلس كلامب الوينجد كلامب ايه الفرق ما بينهم الوينجد كلامب طلع منه projection اللي احنا شايفينها دي ودي دي اسمها وينجز طلع من الجو ده الجو يبقى انا عندي الكلامب بيتكون من بو ده البو بيتكون من جو اتنين وبيتكون من وينج بالنسبة للوينجد كلامب الوينجلس كلامب بقى ما بيتكونش من وينج بقى بيقاش في وينج بقى عبارة عن بو وي جو طيب الوينجلس كلامب هنلاقي ان مكتوب عليها حرف الو لو يكون واضح بس مش حاس انه واضح بس ان شاء الله تكونوا شايفينه بيكون مكتوب الو بيفور النمبر بتاع الكلامب ده معنى ان هو وينجلس كلامب وحرف الا بيبقى مكتوب بعد النمبر بتاع الكلامب لو الجو بتاع الكلامب ده سب جنجفل يعني ايه سب جنجفل يعني بيبقى تحت الجنجفل بس تخدمه في حالات الكلاس فايف كيلز طيب اخلي بالي ان البو بتاع الكلامب بحطه ديستل للتوث طيب عندنا جايد لاينز اللي هو ازاي اعرف ان الكلامب ده مناسب للسنة اللي انا هحط عليها الكلامب ولا لا عشان اعرف ان الكلامب ده كوريكت ومناسب للسنة لازم يعمل عندي حاجة اسمها فور بوينت كونتاكت بتاع التوث يعمل عندي Gedanken في ابدي اول انك ان الجايد ساب شاء الله واغ في توотрي تاني تالي تالي ت disruptive لو الكلامب كان طوي واضح ومش عامل فور بوينت كونتاكت في البركسمال سيرفس هيامل للسوفت تشو طب لو كان والفور بوينت كونتاكت دول على الباكال واللينجول مش على ده مش هيخلي ان الكلامب يبقى عامل جراسبنج كويس للسنة وبالتالي هيخلي بتاعي او هيخلي الروبر دام هيخلي الروبر دام انستابل وبالتالي ممكن يحصل لها ديسلوجمت ممكن كلامب كمان يحصل له بعد كده عندي ازاي يعني عندنا انواع كتير جدا من الكلامب او ارقام كتير جدا من الكلامب فازاي ان انا استخدم لكل سنة الكلامب المناسب بتاعها عندي الانتيريو تيث هستخدم لها الدابل بو كلامب وده ممكن يبقى مثال عليه الكلامب نومبر نوين في البريمولر هستخدم البريمولر كلامب اللي هي ممكن تبقى نومبر 00 أو 2 أو 1 المانديريو مولر ممكن استخدم الكلامب رقم 3 أو 7 ممكن استخدم كلامب رقم 8 أو 5 أو 6 أو 4 البارشيالي اروبتد اه احتاج ان انا استخدم كلامب معها ساب جنجفل جو زي ما قولنا اه من شوية وده ممكن تكون اه الكلامب نومبر 2 أو 8 طيب سنة ممكن استخدم لها كلامب ويكون فيه عشان تمسك التوث كويس زي كلامب نومبر او والجدول ده جميل جدا وان شاء الله يساعدكم في ان انتو يعني تلخصوا الكلامبات او ارقام الكلامبات بعد كنا عندنا يعني تيب جميلة شوية اننا في كلاس 5 هنستخدم سي مثلا كلامب 212 او بي 4 او بي 5 ايا يكن زي ما احنا عارفين في كلاس 5 ممكن الكلام بيحصل له او الكلام ما يبقاش استيبل فهستخدم stick impression compound اللي بنستخدمه في البروثيزز هثبت الكلامب على السنة وهجيب الimpression compound وهسخنوه بعد كذا ما احنا عارفين في هوت ووتر وابدأ اعمله ادابتيشن كويس جدا على البورو بتاع الكلامب واتأكد ان الimpression compound داخل في الامبريجر بتاعة الادجيسن تيف عشان يمسك الكلامب كويس وبعد كده اعمل ادابتيشن لي الimpression compound على البو التاني وده هيساعدني جدا في ان هو يعمل لي stabilization للكلامب في كلاس 5 وده الدياجرام وده في الحية بعد كذا عندنا حاجة ممكن استخدمها بدل الكلامب وهي اسمها widgets stabilization او stabilizing cold ممكن استخدمه في single tooth isolation ممكن استخدمه في quadrant isolation ممكن استخدمه في bleaching او في class 5 restoration وزي ما احنا شايفين ده في single isolation هحطه كده around single tooth اللي انا هعمل لها isolation في quadrant isolation هعمل application لل rubber dam ممكن استخدمه على distal tooth بتاعتي اللي انا هعمل لها isolation وبعدين احط cold في adjacent area او هحطه في interceptal area وبعد كده اركب او اعمل application لل rubber ده مشيت على بقية السنان واخر سنة عندي هعمل نفس ما عملت اول سنة هحط برضو ال cold ما بين two teeth في class 5 او bleaching ال bleaching او class 5 هحط ال cold حوالين السنان زي legation اللي ما يعرفش ايه هو legation legation simply ان انا بعمل يعني زي اه 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 او زي اه اه ربطة حوالين اه اه التوث باستخدام الكولد او باستخدام الفلوس زي ما احنا شايفين في الصور طيب بعد ما عرفنا كل المكونات وعرفنا اه steps of application حددنا ال isolation field حددنا الكلام باللي انا هستخدمه اه عملنا ال holds اه ابدأ اعمل application ل ال rubber dam عندنا three type of application او three method of applications اقدر اعمل بيها اه اقدر اعمل بيها application لل rubber dam عندنا اول طريقة هي ال winged technique تانية طريقة wingless technique تالت طريقة هي ال modified winged technique اه وهنتكلم عنهم اه كل واحدة لو واحدة ال winged technique بيبقى عندي winged clamp ده ال wing زي ما اقولنا اعمل application لل rubber dam sheet على ال wing بعد كده امسك الكلامب بيه الكلامب forceps هو والشيت والفريم زي ما احنا شايفين في الصور دي ال rubber dam على ال winged بتاع الكلامب وفي نفس الوقت انا اعمل application للفريم وامسكهم كلهم واعمل لهم application على ال tooth اللي انا اه هعمل فيها isolation او tooth اللي انا هعمل فيها encourage بالكلامب وبعد كده ابدأ اكمل application اللي بقيت السنان او لو هاقف بس عند السنة دي لو انا بعمل single isolation وحقيقة ال winged technique لها advantage كويسة جدا ان انا ما عنديش steps كتيرة يعني مش بحط الكلامب بعد كده احط double dam sheet بعد كده احط الفريم لا كله في step واحدة فبالتالي اه مش time consuming ما بياخدش معايا اه وقت عدنا ال winged technique ودي انا اول حاجة بحط الكلامب على السنة اللي انا هعمل لها isolation او السنة اللي انا هعمل لها anchorage بعد كده اجيب ال rubber dam sheet واعمل له stretching over الكلامب وال tooth اللي انا هعمل لها isolation وفي الطريقة دي انا محتاج ان انا اعمل لجيشن في الكلامب عشان لو الكلام بحصل في اه 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 اول او لو كلام بحصل في اه اه دسلوج منت ما يحصل لوش aspiration وده شكل اللي جيشن اللي بعمله في الكلامب الموديفايد وينجد تكنيك الموديفايد وينجد تكنيك هي يعني شوية مبين التو تكنيكس اللي فاتوا ان انا بجيب الروبر دام وبعمل لها ابلكيشن على البو بتاع الكلامب بعد كده ابدأ اعمل ابلكيشن الروبر دامشيت وي الكلامب على التوث بعد ما عملنا الابليكيشن بتاع الروبر دام هنعمل بقى ربر دام بليسمينت بقى بعد ما حطينا الكلامب مع الشيت لو هنستخدم اول تكنيك مع الفريم هبدأ اعمل له بليسمينت في بقية السنان انا كده عملت على سنة واحدة لو كان multiplezation فهبدأ انزله بقى على بقية السنان اعمل بليسمينت الروبر دامشيت على بقية السنان وده يشمل خطوتين الانتر بروكزمال بليسمينت للدينتل دام وان انا اعمل سيل عشان ما يحصلش عندي اي كونتامينيشن الانتر بروكزمال بليسمينت عشان يبقى سهل الانتر بروكزمال بليسمينت اول حاجة هستخدم ووتر سيربل لوبريكنت وهحط الووتر سيربل لوبريكنت على السايد اللي هو ناحية التشو السايد اللي هو ناحية التشو بعد كده هستخدم حاجة اسمها او هستخدم تكنيك اسمه knife edge تكنيك وknife edge technique هو بيعتمد عن ان انا هخلي الربر دام knife edge وابدأ ادخلها في الانتر بروكزمال زي ما احنا شايفين في الصورة دي ان انا هبدأ اعمل drag to side بعد كده اعمل drag to side التاني على السنة السنة التانية لان في مستيك بتتعامل ان هو عايز اعمل punching للربر دام كلها مرة واحدة في الانتر بروكزمال اريا وده مش هينفع لان الربر دام اكبر من الانتر بروكزمال اريا فبالتالي لازم ادخل الجزء وبعد كده ادخل الجزء اللي بعده بعد كده هستخدم لو knife edge تكنيك مش نفع معايا لو فيه tight contact او ال contact difficult شوية هبدأ استخدم الحاجة اسمها loop technique باستخدام الفلوس ان انا هنزل الفلوس في ال contact من جزء وبعد كده امسك lingual lingual جزء lingual من الفلوس واعمل loop وابدأ انزل الجزء اللي بعده فبالتالي ده هيعمل لي زي ما احنا شايفين هنا في الصورة ان هو هينزل الجزء ده وبعد كده هينزل الجزء ده لان ما يفعش ان احنا ننزل الroberdam كلها مرة واحدة زي ما احنا في الصورة شايفين في الصورة دي لازم انزل جزء mesial وبعدين انزل الجزء distal او انزل distal وبعد كده الميزيال اين كان لكن لازم جزء وبعد كده الجزء اللي بعده بعد كده ان انا اعمل السيل اللي قلنا عليه والسيل ده انا بعمله بحاجة اسمها invergen بعمل السيل بحاجة اسمها invergen وحقيقة الانفرجن حاجة مهمة جدا ونسترة جدا بتنساها ويكتشف ان الroberdam عنده مش عاملة سيل كويس ايه هو الانفرجن الانفرجن ده ان انا بعمل الانفرجن للإدجز بتاعة الroberdam في ال في النك بتاعة التيث او في الكريفس او في الجنجفل زي ما احنا شايفين فبالتالي اعمله ازاي باستخدم اي بلونت انسترومنت واستخدم الير وابدأ ان انا اعمل بوشنج للroberdam في ال نك بتاعة التيث او في الجنجفل كريفس فبالتالي بدل ما الroberdam هتبقى عاملة كده فهتبقى مفيش سيل وهتبقى مفتوحة واي سلايفا او كنتمنيشن هتقدر تخش هتبقى انفيرتد فبالتالي مفيش اي سلايفا او اي كنتمنيشن هيخش وهتبقى هيبقى عندي موش ترسيل كويس جدا في الroberdam بعد كده عندنا ال steps of removal احنا كده خلصنا كل steps of application دلوقتي هنتكلم عن steps of removal اللي هو ازاي انا هعمل removal للroberdam اول حاجة انا هبدأ اشيل الكلام اللي على السنان بعد كده اجيب السزر واقص الroberdam وبعد كده اشيل الroberdam sheet واتأكد كويس جدا ان مفيش اي remnant من الroberdam sheet وبكده نكون خلصنا المحاضرة واتمنى انها تكون مفيدة واتمنى انها تكون محاضرة ممتعة وشكرا جدا لحضرتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة